حسدك يا حبيب زياد مبسوط جداً أنك جيت اليوم الصراحة يعني الأيام لي راحت دائماً أجي وكن من ضغط وجنبي ناصر والله ما تدخل دقيقة ناصر سلام عليكم حوله خليه يدخل بجيك يا ناصر جواه ولا خلك معي طيب زياد أنا ما نبسألك بسألك اللي جاي قريب جداً هو الحفل الختامي تجهيزاتكم شغالين عليها من أسبوع تقريباً الشباب هنا ما شاء الله تبارك الله كل نوكل بمهمة وشغال في إنجازها وفي صناعتها أنا كزياد مؤمن بتوزيع المهام ويعطاء الحرية التامة للشخص في الإنجاز ما أحب أبالغ في الوعود أنا بحيث أنك توصل إلى مرحلة أنه الظروف ما تدري عنها يش يسير لكن نعودكم إن شاء الله أنه يكفي أنه داخلياً في زياد في ناصر في الطاقم كامل المخرج أباضة المهندس صوت جميع الطاقم واصل إلى مرحلة نجاح معينة كلنا متفقين على كلمة لن نرضى بهذه الدرجة نبغى نرتفع زيادة فأبشروا بالارتفاع أبشروا بالازدياد أبشروا بالجمال أبشروا بالأشياء التي توسع الخاطر إن شاء الله بس أنا أبغى إجابة تكون صريحة وش رح يكون مختلف عن حفل برامج السابقة في شي مختلف هذا برنامج أو نفس ناصر يقول لا تقول عندنا فيديو كلب يكفي أن تشاركنا فيه غدو موجودة معنا حسبت أحد ثاني وحيشارك فيديو كلب جميل أوبريت جميل ثلاثة مراكز رابع مركز أفضل ممثل عندك نجم الجمهور كل اللي بنقدمه ممكن يكون عايدي لكن أقسم بالله أنه مختلف وناجح جدا تدري وشي السبب والله له في زياد وله في ناصر وله في أي شخص السبب في الناس اللي قاعدة تتابع لنا والله العظيم حب عظيم جدا اللي يصنعون لك مننا لا شيء شيء بالرغم أن ما عندنا لا شيء عندنا أشياء بيض الله واجهك بساعد البرنامج القادم البرنامج القادم جنتل وأنا جنتل ويا رب التوفيق نفس الطاقم راح يكون الإداري ليش ما يكون نفسه وأفضل يعني راح يكون فيه اختلاف الأفضل إن شاء الله كل يوم يعني نصحة فيه لابدنا نكون أفضل من اليوم اللي قبله وأعيد وأكرر أنا جنتل طيب فيه خبر حصري تقول لنا في جنتل عن جنتل عفوان لا طيب ناصر عطاني خبر حصري سوي الماضي ناصر مسؤول عن ما يقول وزياد مسؤول عن ما يقول طيب خلك مسؤول عن نفسك وعطني وخلك شجاع أنا شجاع جدا والدليل قل لي وشو وشو الدليل إني واقف جنبها يعني قام مثل نواف حلو قصيد جوك ألت مبروك يا حبيبي الله يسعدك يا حبيبي السيد ناصر نحني طال عمرك السيد ناصر